والطلب ده مفيش حد يقدر يعمله غيرك عايزك تروح مشواره همحيك من على وش الدنيا خالص عارف ليه لطخ عشان رحمة دي تبه خطب تاني يعني مفيش بينك وبالناد يا حيو ما تتكلميش وها في الموضوع ده تاني الحاوز عايش بالأصر أصر أصر ايه احنا أصر العطار مردي بقى يا جماعة اللوكت اسمها مفيش صباع عجتلك يا بلو هو اللي علم عليك بالشكل ده انا عايز اتكلم معيك هو اللي عايز اتكلم معي يوجف على باب قطوي على اللي حسه اللي جاي بقى تسمعيه وانت بغمضة أيا كان هو ايه انا عاديك رهاب احنا دلوقتي هنتجوز عشان أبوكي عايز يورس في العطار نقفل عن الموضوع ده خالص وبلش نظهر في حيات بعض تاني كل عيلة عبدالهادي تحت قام ركابي والمقزون جيه اه وانا الشاهد الاول خلص الكلام هو الحج مجاش ليه لسه زعلان منه ولا ايه سيبك بالحج صبري الله او انا مش مالعنيك ولا ايه ناجس تقول لي استنى لما باسأل عنك لا زكريا انت اشهر من نار على العلم ومال بين المقزون وادي المقزون اه والمقزون جيه اه وانا الشاهد الاول وادي البطاجة خلص الكلام بتعمل يا زكريا بقى عمل اللي كان لازم اعمله من الاول لازم تبقى فاهم انه لسه ما تخلقش اللي يكسر رقة بتاعي تلعطار يا عجل يا زكريا بتجلبش الفرح ميتم مين اللي قايل انه تقلب معتصم تبقى دي مولان افتح ده فترك يا مولانا افتح الليلة زي ما هي فرح ايمان بنت المحمدي على معتصم ابن عبد الهادي تبوك عليك يا حاج زكريا بيقولكوا اطمنهم هو رجع قريب وزكريا بعتك انت لي يا نادي هو اللي قالك ان احنا هنا في بيت مراد لا يا مام انا اللي قلت لها على مكاننا نادي يا تبقى امراض اخويا زكريا ايه؟ زكريا مش متجوز غيري استني يا هايتي من فضلك ما تظنش اني ذا وقتا على الغاز يا صالح انت بتقول ايه بالظبط ما عام مسليم ولا فيها الغاز ولا حاجة دي الحقيقة وده اللي انا عرفته نادي يا تبقى امراض اخويا زكريا وهي حامل منه كمان واللي قال لي على الموضوع ده هو حربي لان هو كان شاهد على عقد الجواز بتاعه وزكريا جوزك لي يا بنت الرائع على ما انت؟ اسأله حضرتك هو الوحيد اللي ممكن يجاوب على السؤال ده دي جاية ترمي بالاكي على زكريا ولا هي؟ زكريا ما بيخلفش وحتى لو كان الكلام اللي بتولي ده حقيقي فانت مش هيبقى لك اي لازمة بعد ما تكلفيه ابن العطارين مش هيتربى في كباريهات صح يا سليمبي الربوه زي ما انتوا شايفين بس يا ريت تبعدوا عن الدم اللي انتوا غرقانين فيه انت كذابة وحر بي اكيد كذب عليك زكريا مستحيل يعمل كذا استني بس يا حيدي عشان نفهم وتفتكري زكريا كان مخبى علينا لي انا وصلت الرسالة عندكو ابنكو بقى اسألوه عن اذنكو استني يا نادية يا جماعة انا شايف ان احنا نأجل كلام في الموضوع ده لحد ما زكريا اخويا يرجع مش عينفة خالص اللي انتوا بتعملو معاها ده وزكريا اخويا مش موجود صح مظبوط يا صالح تقدر انت تتكلي على بيت ابوكي دلوقتي يا بنت الريب ولما يظهر زكريا هنعرف اذا كان اللي في بطنك ده ابنه ولا لا ده اذا كان في بطنك حاجة من اصله سعيد ها عيباننا كلام تاني سعيد مبروك سعيد يا نادية، نادية قلت لهم لي يا صالح؟ كان لازم يا نادية أقول لهم من حقهم يعرف أنا عايزك هنا تبقى فروستينا أنا لما عرفت موضوع جوازي كيندي وزكريا إليقت عليكي لحد يعرف ممكن يعملك أي حاجة واعدت أدور عليكي ما لقيت كيش فتأكدت إن زكريا بيح من رات ودنه عشان كده سبتهم يتدبحوا فيه؟ لا أقسم بالله أبداً أنا كل اللي جاف بالي إن أنا عايز ألم الموضوع أنا مش عايز زكريا أخوي أدخله في حرب تانية يخسر فيها كل اللي حواليها نادية أرجوك يا زكريا لما هيرجع هايحلوا كل حاجة صدقيني طب هو قالك هيرجع يمط اللي عرفه هو اللي قلته هو قالي إن هو هيرجع قريب مش عارف يتكلم أي حد فيكو عشان تلكوناتكو كلها مترقبة ولو عارفوا مكانه كل حاجة هتبوز أه زكريا أخوي عنده حق لما ينفعش حد فينا يوصل للتاني زكريا حوالي ناس كتير عايز أتوقعوا يا نادية إحنا بمر بأزمة كبيرة كبيرة بس إن شاء الله هتتحل صدقيني هتتحل أهم حاجة لما هيوصلك عايزك تفاهمين إن إحنا كلنا جاهزين وإن العيلة كلها في ظهر كبير العطارين زكريا العطار نادية بعد إذنك سوا أنا عايزك طب اسمع بكرة الصبح عايزك تفضل إيه حنروح مشوار مهم مشوار مهم فيني أم ما هو ما ينفعش نرجع حق العطارين وفي واحد واخد من العطارين حتى لازم كل حاجة ترجع في مكانها الأول اللي حصل ده باطل شرفت يا شيخ ما تجربش من بنت يا محتصم فاهم؟ إلا برضوها يا حاج خلونا في المهم العمودية ترجع تاني لعيلة العطار وده عشان ننسى اللي حصل ونعتبر إنه أصلاً ما حصلش عيلة عبدالهادي وعيلة المحمدي دلوقتي يبقى أبا منهم نسب يعني ننسى الخلافات القديمة عايزين الخير يعم معك كل أنا مش هغلط غلطة أبوية تاني وإنت يا حاج وفيك اوعى هتفكر تغلط غلطتك دي تاني عشان لو حصل أنا همحي عالتكو كلها من الوجود التجارة والعمودية هتبقى في إيد عيلة العطار زي زمان الأراضي هتبقى تحت قديكو منتو الاثنين شرق الرشاح هتبقى لعيلة عبدالهادي وغرب الرشاح هتبقى لعيلة المحمدي ده كلامي يقولك يا حاج نغرى الفتحة جريت قبل كده غصب عني يا زكري يبقى تقراها المرة دي بمزاجك ها ايه يقولك تقولت ايه يا عام الحاج احنا باجينا نساي ما تبصليش كده نغرى الفتحة لي يا نادي حبيته حبيته أكتر مانا حبيته يمكن بس هو حبك أكتر كنت دايما بشوفك في عينيه كان كتير قوي بيغلط وبيقولي هايتي كان معايا بجسمه لكن قلبه وعقل ومعاك إنتي اللي بيحب ما بيخونش زكريا ما خنكيش شهايتي أنا اللي كنت بحبه وأنا اللي كنت عايزة بقى معاه يمكن يكون حبي فيه حاجة ملاهاش فيك بس أنا متأكدة ان كل لحظة كان نفسه يبقى معاك إنتي كتر خيره والله واللي زيك بقى كده كان بيحس انه نيم مرتاح وهو أخده من بيته وأهله بس 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 ايه الطريقة دي؟ ربنا سعد بيحقق أحلامنا وأنا طول عمري ما عاشتش في حياتي غير ظلم أنا حلمت براجل زي زكريا بس عمري ما عاشت في حالة نظيفة زيك أنا كتير قوي الناس كان بيتبصلي بنظرة واحدة مش كويسة عشان مجرد أبوي يا صاحب كبريا ساعات كتير قوي كان بيبقى نفسي في حاجه ما لقهاش وحتى بنام على ما خدتي وأنا مش مبسوطة لحد ما ربنا رزقني بزكريا وساعاتها ما كانش ينفى عنا أنا ما تنسكش بيه يا هايدي أنا صبرت كتير قوي ما صبرتيش قد ما صبرت أنا هنا دي ما صبرتيش أنا طول الوقت حاسة إن فيه بينك وبينه حكى وما بكلمش دايما حاسة إن فيه حاجة نقصت منه وما بقيتش بتاعتي وما بكلمش كان نفسي يبقى قوم بس حب الزكريا كان أكبر إزيها نادية اللي في بطنك دايبة ابن زكريا على فكرة زكريا بيخلف وما رضيش يجرحك ويقولك إن المشكلة منك ينسي يا هايدي ما تحرمنيش من أن أعيش لحظة واحدة جنب زكريا أهلاً 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 يا سليم أهلاً سهلاً قعد يا فارس أنا عشمي شايفك عشمي شايفك يا سديقين يا عم ما ساعة ما بقيت نجمي إعلام وأنت محدش قدك ولا حد بقى يشوفك دلوقتي ما تشوفش وحش يا جلال وانا ما تظنش ان شفتي هتبقى حلوة اوي الله ليه كده ليه ليه بس يا سليم كده شوف يا جلال نعم احنا هقنا اللي عندوكو لسه مجاش وإحنا استنينا عليكو كتير اوي ليه كده ده كان لعب عيال وخلص وانته يا سليم يا اخوية خليني نفط بقى للحلاوة والمكسب وما ليه وكلنا نكسب كده ونبقى تمام مع بعض اوه عشان كلنا نكسب ونبقى تمام يا جلال لازم الحق يرجع يا اخوية والحق بيقولي بقى العين بالعين والسن بالسن والصباح بالصباح مماشي السكاد يا سليم ما قولنا بقى ان ده لعب عيال وخلص وانتهينا لازمته ايه الكلام ده بعد الوقت دي حلا راقياك مالوش لازمة ما شاجل بس فارس اللي هو صاحب الحق بره اللعبة ومروان بره حق فارس قولك يا سليم يا اخوية اي حاجة انت عايزها من مروان وانه طوبة مننا انا احنا يا لك يا سليم مهد رعابتك سدادة فعلنا جلال خلاص قضي الغمر عن اذنك لا والله ادخل سيب بنا عزازي برا يا باشا خليه ادخل يا ابن فاضلا باشا اهلا 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 انا سيب بي ايه ازاك و سيب بي ايه تمام والله عليك وحشة لو كنت وحشة كنت سألت عني فانا كده فانا كده اهو بعدوني عن القضية احسن ماداش نفسك وعسى ان تكرهوا شيء انو خيروا لكم القضية دي مش ملعبك قضية مسالكة انت اللي بتقول كده سيب بيه انت كنت بتديني معلومات عشان نوقع زكريه كنت غلطة ده ربنا بيقبل التوبة مش زكريه اللي انت بتدور عليها على فكرة انا عارف ان في طول انك شفته بس ساعات اللي عين بتبقى خدها دور كويس في تحياتي في تقريل التب الشرعي ده شغلك يا ويسي بيه بعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتزلحوا على ما فعلتم نادمين ما انسى زكريه من حياتك خالص موسيب ان انا بقى فكرلك في اللي جاي وده انت حبيبي خير يا سراك من يوم العملية ما سمعتش منك حاجة ايه اللي جد؟ لا الحقيقة ما في شي جديد ابدا كل اللي ممكن تقوله صار قديم بالنسبةلك طيب هدم صار قديم اذا مرشت الزن تقوله تاني زي ان العطار الله يرحمه كان رجل محترم وربنا حبه وعطاه كل الخير وانا عمري ما طلعت بخير غيري انما هلا بسبب هالظروف اللي احنا فيها مش قادر شيلك من قدام عيوني يمكن كان لازم بقول هالشي كان زمان فاسلع أقوله تفتكر من الرجولة انك تستغل ضعف اللي قدامك ما تفهميني غلط يا مادام انت بحاجة لرجل يوقف حدك وانت عارفة اني قدها الحملة يعني انت كنت مستنى اللحظة دي ان زين يموت واني بقى لوحدي وتفتكر اني ضعيفك على ما يبدو فهمتيني غلط انا جاي اطلب اللي كان لازم اطلب من زماني لو كنت اعرضته زماني كان هيبقى طلب مرفوض زي ما هو دلوقتي برضو طلب مرفوض عشان انا زي ما دا ما تغيرتش عن زماني وعمري في حياتي لحد ما موت ما حسمح ان اسمي يرتبط باسم راجل تاني غير زيني على فكرة تلوك دا ما زعلنش بالعكس تخلاني اعرف اني لسه بحب زيني وحفظ على حبه الاخر يوم في عمري وانه بعضه وفراؤه لي لا ضعفن ولا حيكسرن بالنسبة للكسر ما عاش ولا رح يكون اللي يكسرك هادي مضمونة نورتين يسرك نورتين يسرك شكرا على استنبيلك عشان بطل بقى يا اما شغلي لوانتا اللي احنا بنعمله دا كلش وقت عبانة الحقن السكر الحقن الضغط خلي بالك هتبتعبانة بجد ومش هجيلي هروح امتى الاصر يا يحيا هادي النيل على الاصر واسنين الاصر يا اما انا اللي في دماغي اكبر من الاصر بس هو في دماغي وكبر ومعشش وعاوز اخرج من الحالة المدعودي وبروح هناك بيك بقى من غيرك هروح دا حقي يا يحيا يا اما هاشم بيتكتك وهيوصلني ويوصلك للأكبر من الاصر انتي بس لو تبتكى على الصبر شوية اخسن بالله كل حاجة هتبقى عادة اصبري اكتر من كده يا موقوس ولا اوه هتنسى نفسك انا ربيتك بطولي وانت لسه حتة لحمة كنت ابوك وامك وكل حاجة هتقلب عاي الخيخة هيخسار التربية تيه لا انت ابني ولا تلزمني هو انت عايز ايه يا اما دلوقتي عايز انا روح اتباحلي الكل اللي في القص عشان تسجن بيت عمري دا لا هي رياحك لو رايح ايقول ايلي وانا اولهولي لا يا رحمة انا عاوزك تسمع كلامي وتمشي وراي صاحب بلين كدب يا اما انا مش همشي وراك وورا عم هاشم انا وورا عم هاشم لحد ما مصلحة تتقضي انا دخل الام يا اما ربنا ما يحوضني ليك قادر يا كريم حسب يلا هو هنعمل وكيل يا رب يا رب ما تكسب ابدا يا يحيا ليه يا اما ابتدى علاق ليه دا اللي انا فيه دا كله بسببك انتي يا اما دا انا مش هاشغل عشان ارضيك وبس انت السبب كل اللي بيحصلني دا انت اللي رضعتيني كورس دين العطار علمتيني ان دا محلال وانا عدوة ومان بربنا اللي ما بينساش ما علمتينيش ابقى مجانه وانا خلتين احلم بالقصر واتمنى باعاش جواه حرام عليكي بقى يا اما كفاية صاحب او كده يا اما وحي ربنا ما ارضاش بالظلم ما ارضيش بالظلم اللي هو عمل وزمان ولا هيرضى بالظلم اللي انت عايزة تعمليه دلوقتي حمسة بالك وماشي يا اما دا كباريح يا انفاجر من النور يا سليم بيه اول مرة تيجي في النهار بقولك يا رايق انا مش فيقلك فوقك بقى مش شويتين بتوعك دول خليها نشوف الموضوع اللي احنا جيين عشانه عشان بعد كده في مواضيع كتير بني وبينك عايزين نقفلها بل فين الراجل اللي انت قلتلي عنقود معاه لا ما تلاقش زمنه على وصول دا موعيده مظبوطة بقولك بيظبطوا عليه سعة البورصة اهو الصدق اهو يا الف حمدالي ع السلامة يا صباح الفل والنبع الجميل يا صباح الحفيف الحالم والعزاهير تعال يا سيد الكل السلام عليكم السلام ورحمة الله الازازة دي انا جايبها مخصوص عشان الناس الحلوة والليلة الحلوة واللمة الحلوة اين رأيك افتع السليم بيه غني عن التعريف ومش غني عادي ده غني غنى فاحش اهلا وسهلا ياسر بيه أستاذ الكيميا أخصائي في استراد المركبات اللي بتسحل الدمارغ الساحل ده السموعة دي اهلا وسهلا اهلا اهلا اصب بلك يا مولانا جلال فتحي ما انت عارف ان مليش في الخمرة خش في الموضوع على طول مش كيفانك ما عدنا في المكان المبوضة استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم خش يا عم خش مولانا السيف العزازي انا ما تقول انت الكلام بقى يا ياسر بيه زي ما قال فتح كده انا وعوزه بالله من قولت انا انا رجل بتاع كيميا ما شاء الله وعلم الانسانة ما لم يعلم لقو ايه وصولنا المحلي كمان تفضل باشا وكله موجود LSD THC عشت لا سامي دي مركات عربيات دي ولا ايه يا بايا ده الجيل الجديد من الكيميا وكله موجود بداعة موجودة والسوق عايز والبداعة موجودة اكتر وبتقول عايز اللي يشيلني وانا عايز حد يساعد معايا هو يشيل الفلوس وانا يشيل التوزيع والتفاصيل اللي جوا دي نتكلف فيها بعدين جرايا يا فتحي هو انت ما قلتش لياسر بيه ان عيلة العطار ما بتشتغلش في المخدرات قلت له يا كبير بس اخر مرة شفتك فيها حسستني ان حاجات كتير ممكن تضغير الله يرحمه زين كان دايما يقول ان الرصاصة تقتل واحد بس انما سرنجة واحدة ممكن تقتل مية لان ما فيش حد بيدرب إلا لما بيخل اللي حوالي كلهم يضربوا هم كمان الله يرحمك زينبي وينور أبرك يا رب بس يسلين بيه كل وقت والوقدان يبقى نفرش السجاد ونصلي مع بعض العصر الجماعة جرايا يا فتحي ما تزوط بقى الجيل الجديد ده مش بيماوت يا سلين بيه ده بيعايش بيعايشك في رحلة تلف فيها حوالي العالم وانتقعد مكانك وبعدين احنا ما نضربش حد على ايده عرض وطلب وأنا بياع مش اكتر يمكن في أيام تانية وظروف تانية ما كناش حطينا ايدينا في ايدين بعض انما احنا النهاردة ايه المقابل؟ يعني اتفقنا؟ لا لسه حان اتفق فتحي الراية قال لي انه عندك رجالة مفيش اكتر منهم الرجالة موجودة كل واحد من رجالتي عنده شوية عفريت مكمرهم قول لي بس انت عايز ايه؟ الرجالة بس دول هنعوزهم بعدين انما دلوقتي بقى انا عايز عفريت عفريت يعرف ينط ويتسحب ويخلص وينسحب احضره اولك وتصريفوا انا عملت كلية اللو Attack ولا انا عم سمية خلاص؟ انا عايدة افهم في ايه؟ طب استأهذنكم انا عم سمية استني يا عزيز خير لا مش خير طبعا تمانيا ليه محبوشت لحد دلوقتي انت قلت هتحبسه يومين وتخرجه انا عايز اشوفه عايز عشان نخرج ندور على حسن اللي انت تردته تاني صحيح انا قلت يومين لكن دلوقت تمانيا ده محتاج يقعد في الحبس كتير عشان يفكر زين في الغلط اللي عامله غلط ايه ان احنا عايزين نخرج من هنا ده حقنا هو انت حبسنا ولا ايه بالضبط بس انا مطأت كده ان اللي انت بتعمله ده مش هيعجب زكري يا اخويا لما ارجع وعرفه كل حاجة لما يرجع وبعدين انا هنيه مدير الدار يعني اي حاجة عايز اعملها هعملها بالجانون هتعمل ايه يعني اكتر من اللي انت عامله حبس تمانيا وانا مش عارفة اخرج من هنا كانينا في سجن وانت السجان انت مانت عليك نزيت نفسك بس انا بقى هكلم اخواتي يجوا هنا ويعلموك الادب اللي انت نزيته الادب ده زين العطار معرفش يعلمه لك عزيز ايو اعمل سميح فيه ضيف جديد هيشرف عندك في الحبس النهاردة عايزك يتوجد معاه ايه اللي واخدك مني يا حاسم ايه اللي واخدني منك او انا اللي واخدك من مين دي فزورة لا مش فزورة انت بخطوة لابن بحر لا يا حاسم ليش شعبان ابن خليك بيقولوا انك خطبته شعبان واد خالي وخالي طول حياته يقول شعبان لرحمة ورحمة لشعبان انا بوي امرو مجل ايوة ولا انا قلت بس اموه مستنيينش رد وبيتعاملوا كان لنا متجوازين رحمة ما عايز اتجوزك صحي صحي يا حسن ايوة صحي صحي وقت جواز في صحي صحي ومس صحي صحي وانا اكيد مش استنى اللغات ما شعبان دي يجي يخطفك مني بتحبيني صحي 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 ايوة صحي صحي وفيها قبل الصحي صحي يا بيت انا بقيت من مجازيبك انت بقيت المقام اللي انا بقولي قابلتي ليه انا كمان بحبك يا حاسم انا كمان بحبك هتفضلي جنبي لحد اخر يوم في عمري بس الطريق مستهري يا حاسم اكيد بس عمره هبقى صعب من فرائك الشمس هتغيب الشمس هتغيب بس اول لما طمد يعنيك يلا بينا يا حاسم يلا بينا صحي صحي الشمس دي اللي هي الشمس بتاعتنا صح عليكم انتو حاجات برضا الشمس عادي لازم تدهي اوة بلاء لك اساسم انا زالش مني وصنحين وما تقوليش لحاسم ان انا عملت كده ما فين حاستن بس؟ هيرجع اكيد ان شو الله هيرجع ما تلاقش مالفهم ان انت مفيش حاجة في اديك تفضل تفضل يا سنتي كل تفضل يا اسميزة تماني استاذ اسمين بالله عليك ما تجيبلي الكلام موخش زنزنتك على راسة انا اسف تفضل تفضل تماني عامل ايه تماني كويس الحمد لله انت كويسة كويسة هاجة هتحبس وانا كويسة هكيد لا بس مش مشكلة المهمة بس طميني انت عامل ايه معادتش فرق حس ان الدنيا كلها ضلمة زي ما يمضلمها ايام الحرب الزبط متقلقش يا تماني ان شاء الله لما نخرج من هنا كل حاجة هتبقى احسن من الاول بكتير مش فرقة كان نفسي بس انا بقى انا اللي بحميك بجد مش هبقى برميك معايا هنا وباوراتك يهبني بطل احساس الزنب اللي انت عايش به ده خلاص بقى متعودش توجع قلبي ماشي نخرج احنا بس من هنا على خير وانا والله العظيم لربلك ساميح واللي معادول عشان يفكروا بعد كده انه هم يضايقوك انت قصر ملكيش زنب في كل اللي بيحصل ده اللي بيحصل ده ده تخليل زنوب من ربنا مش عارف انت كان زنبي ولا زنب حد تاني احنا بنشلش زنوب غيرنا يا تماني مفيش حد بيشيل زنب حد انت بني قدم كويس قلبك طيب جدا حتى لو عملت حاجة غلط حتى لو ازنبت انت اكيد خلصت زنوبك دي بكل اللي انت شفته كويس ان لسه في حد شايف حاجة طيبة عندي شكر انا وستاذا يا سمين على ايه؟ على انك شفتيني بقلبك وبروحك مش بعانيكي عارفة وستاذا يا سميني كنت دايما بسمعهم بيقولوا ان ربنا رب قلوب لكن عمري ما فهمت الكلمة دا لما عرفتك ازاك يا صالح ايه بقى الحكاية اللي ماينفعش تتأجل لبكرة ولا تتألف التليفون بنت غيرت كلامها مش عايزة تكمل هي اللي مش عايزة تكمل ولا انت اللي مش عايزة تكمل اللي انا عايز وحاولت ومعرفتش اظهر كده ان القصة دي مش مكتوب لها انا يا سعيدة مفيش راجل زاك يا صالح ما يعرفش يوقع بنت لو هو عايزة او انت ليه مش عايزة تصدق ان انا حاولت ومعرفتش بنت خلاص ما بقتش بتحبني او بمعنى اصاح بقت بتكرهني ماشي براحلكم انا مش حاجبوركو على حاجة بني وبينك بقى انا كنت بس عايزة اشوف خلفة زين العطار فيهم حد شابهو ولا لا طلع مفيش ولا واحد فيكو شابهو الكبير خايبان وتهوره ودف داهية والوسطاني خايب مالوش شخصية ضعيف مش عارف يوقع حتة بنت خلي بالك على كلامك يا هاشم انا مسمحلكش ولا تسمحلي بقولك ايه مش عايزة اشوف وشك انا في الشركة ولا في اي مكان تاني يلا عن اذنك انا مش فاضي انا مستعجل وانت خلاص يلا خلينا نمشي طب الكلام ده ما كانش ممكن يتقال في مكاتبنا ولا ايه محدش عارف ميم يترقب دلوقت يا جلال واحنا كلنا العين بقت علينا طب قولي انت فكرت إلا فكرت دي تقريبا اكتر مرة اعود افكر فيها في حياتي بعد الفترة اللي قضيتها في الحبس وخصوصا الليلة اللي بقيتها في التخشيبة فكرها طبعا انت هاي اللي خلاك بس نخرب يعني في الماضي مش انا كنا عدينا الكلام ده ولا ايه بس حصلهم بيقولوا اللي مالوش ماضي مالوش مستعبل وعشان كده انا اتأكدت ان انا عمري ما هاخد خطوة لقدام إلا لما حل مشاكلي القديمة والمشكلة اللي مش هتتحل هخلص منها خالص بس انت ناوي تقتلني طب طب ما انت هتروح في داية؟ لا من غير ما اروح في داية حلوي كرسي زيني اللي انت قاعد عليه دا يا عبدال ولا واسع عليك ما تتضيقش قوي كده انا بس بتطمن عليك لا تطمن هاشن بيه كله تحت السيطرة ومعنا بدل الرجل مية ونقدر ان احن بنفس نزيل اوعى تفتكر ان الرجالة دول هم اللي مخليينك قاعد هنا؟ لا انا لو لديتك المعاد ما كنتش هتعرف تدخل الاصر دا الا جثة انت عايز يا هاشن بيه انا لسه ما عزتش انا بدي بس الرجالة دول مش كفاية هلا حديك فلوس تجيب قدهم اربع مرات وإيه الغرض؟ بحمل رجل بتاعي الرجل اللي انا خليته كبير بجد انا كبير بجد يا هاشن بيه ومنش الرجل بتاع حد اه طب فيه معلومة انت ما تعرفاش بقى احب اعرفها لك الناس عندي نوعين نوع معايا ونوع ضدي ومافتكرش انت بدماغك يعني تفكر انك تبقى ضدي وخصوصا انك شفت اللي بيبقى ضدي بيحصل له ايه؟ بيتطرد من بيته وبيتشرد اهله وبجيب رجل من رجالتي بيحل محله في بيته انت دلوقتي من حقك تختار تقعد هنا ولا تخرج اه صحيح انت ما فتحتش القوضة اللي كان زين قفلها طول عمر دي لا ملهاش قفل بكفوله برقم سري انت بتغذر يا غزال القوضة دي فيها ورق مهم ودي اول حاجة هعزها منك افنم يا هاشم بيه تجيب رجلين تلاتة تكسروا باب القوضة دي وتركبولها قفل وتجيبلي مفتاحه حاضر يا هاشم بيه وبعدين يا هاشم بيه وبعدين ايه؟ مش عايزينهم يشموا نفسهم حاضر كله بوقته لسه اللعبة حيحلامه ما تتعبش نفسك السنتر لوك مقفول انا عايزك تهدى كده وتسمعني جويس عشان اقولك انا وصلت لقيه وتديني رأيك انا وصلت ان اي حدي اللي قدبه علي ما ينفعش يعيش ووصلت كمان ان اي حدي يلعب علي او على عيلتي ما ينفعش يعيش انت عارف يا جلال الدنيا دي زي عزام الامان بالظبط اللي ملهوف عليها وبيشد جمد ما تجيش معاه انما بقى اللي يشد بالراحة كده بييجي معاه بيه يا سنين ما فيش حاجة وبعدين انا وصلت خلاص وصلت ان اي حد يحاول يكسر عيني او يكسر عين حد يخصني ما ينفعش يعيش وفارس يخصني يا جلال او الامر غير Shelley مروس بيه في حد يعمل الحضراتك العيل البدي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة